للتعليق على تطورات الكارثة في شرق الليبي انضم إلينا من ترابلوس سيد عمر الحاسي رئيس الوزراء الليبي السابق سيد عمر في البداية خالص التعازي والمواساة ثم على الرغم من كل الملاحظات والاتهامات بالتقصير وما إلى ذلك كيف بدأ تعامل السلطات في ليبيا وكذلك المجتمع الليبي مع هذه الكارثة بداية أشكر لكم كريمة هذه الاستضافة التي نحتز بها وأشكر لكم مشاعركم الودودة الطيبة في تعزية ليبيا وفي تعزية الليبيين ونحن بدورنا الحقيقة نعزي آلنا في درنا وفي كل ليبيا على هذا المصاب الكبير والمكلوم ونقول أن العظيم الإبتلاء مس مدينة زاهرة كنا نتمنى أن تكون آمنة مطمئنة ولكن الظروف الآن أصبحت صعبة ومعاناة إنسانية قاهرة جدا الحقيقة أن الوضع السياسي والوضع الأمني والعسكري يعاني أهو الآخر من أعاصير مثل هذه الأعاصير الطبيعية التي نعاني منها والتي فجعنا بها في مدينة درنا خاصة وفي الجبل الأخضر التمزق السياسي والعاصير الإنقلابية إنقلاب العسكر ومحاولة إعادة حكم العسكر في ليبيا ومحاولة سيطرة العسكر على القرار الاستراتيجي والأمني والسياسي أربك المشكلة بل زاد من حجم الكارثة أعطي مثل واضح وصريح يعني درنا مدينة درنا يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة هذه المدينة قبل الإحصار بيومين كان عميد البلدية مع لجنة أزمة يشير إلى أنه ضروري على السلطات الليبية في شرق ليبيا أن تقوم بإخلاء السكان لأن ظروف المدينة لا تسمح بسقوط كميات أمطار على الجبل الأخضر مما يؤثر على حركة المياه والسطحية التي تؤثر على مدينة ليبيا كان هذا رغبة وهو مسجل هذا الأمر صوت وصورة مناشدة عميد البلدية بالمحافظة على سلامة أرواح سكان المدينة وحدد بالضبط عدد المحلات السكنية التي تقع في مجرى تقابل مجرى وادي درنا الشهير وطلب إخلاء كلمة الإخلاء يا عزيزي تعني أن تتدخل الدولة أو تتدخل السلطات الموجودة بالمنطقة بإجبار الناس على الخروج من منطقة الخطر وتوفير أماكن آمنة لكن للأسف نجد أن المسؤول الأمني